السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو اللي فات حضرنا سوا مع بعض الترطاية ضيافة العيد. كمان هنحضر النهاردة ان شاء الله مع بعض الجيلي برضو كتكملة ضيافة العيد. هنعمل من الباكة الواحد كمية كبيرة زي ما انت شايفين. وازاي كمان يكون متماسك معاكم ولونه حلو زي كده. الباكة الواحد هعمل لنا ست بولات او ست كسات من دي. بدل ما يعمل بولتين اثنين هنخليه يعمل ست كسات او ست بولات كبير. اه هنقول لكم هنضيف عليه ايه? ايه اللي هيخليه متماسك كده ومزبوط. تابع الفيديو للاخر. وصلا على الرسول علي عبدال الصلاة والسلام. واشتركوا في قناتي لو لسه مش تركتوش. وفعلوا الجرس على الكل واملوا الحياة اللي بتنعمل دي كل مرة. اول حاجة معايا اتنين باكت اه جيلي واحد احمر بالفرولة واحد بالاناس. مش شرط يكون دريم يعني اي نوع تحبوه بس انا اخترت دريم. اه هو ده اللي كان موجود يعني وعملت منه. اي نوع تاني برضو هيكون نفس المجدل ونفس الخطوات. اول حاجة هنعملها معايا. هنبدال الباكت او الابوه الوحدي جاي مكتوب عليها انها بتعمل اه بلتين اتنين او كوبايتين اتنين من المي. يعني بتعملي اه طباجين اتنين. انا هنخليه يعمل اكبر اه اكتر من طباجين هنخليه يعمل ستة وممكن كمان يعمل تمانية وممكن يعمل عشرة. بس انا اخترت الستة عشان خاطري هيكون طعمه حلو. وكمان هيكون اللونه حلو. ازياد من كده هيكون اه اللون فاتح شوية وهيكون الطعم مش مصبوط. لكن ده مصبوط. فاول حاجة هنعملها معايا بولة كبيرة ومعايا معلاجة كبيرة من الجيلاتين. ده جيلاتين بجري يعني حلال. اه بنجيبها من سوبر ماركت وبتقول عايزة جيلاتين بجري. فبديك النوع ده. وضفت كمان اربع اه معالق كبار من السكر. السكر للحبيبات العادي. وهنضيف عليهم تلات بولات آآ مية سخنة. انا ضفت تلات بولات اللي هنغرف فيها الجيلة. اي حاجة تانية هتغرف فيها الجيلة سواء كانت بولات بلاستيك او او استلس او او فويل من اللي هي الجهزة الاستعمال الواحد دي يعني اي حاجة هتغرفه فيها هي اللي هتعيروا بيها المي. فضفت تلاتة سخنين على معلاجة الجيلاتين الكبيرة وعلى اربع معالج سكر كبار. هنجلبه من حد ما ندوب السكر وندوب الجيلاتين. هنعمل كل حاجة على البرد يعني على الرخامة مش هنروح على البتجاز خالص. كل حاجة على الرخامة كده قدامكم. اول ما لجيت الجيلاتين داب والسكر داب هننزل آآ بباكة الجيلة اللي معاني. هنتأكد كمان ان الجيلة داب والسكر داب والجيلاتين داب. قبل ما نضيف المية البردة كل حاجة هندوبها حلو في المية السخن. ضفت مية سخنة عشان خاطر تدوب لي بس الجيلاتين والسكر وكمان الجيلة بيكون حبايبات كده. اربع معالج سكر على كمية الجيل اللي احنا هنعملها. كده تسكرتها مزبوطة. وكمان ممكن تضيفه بعد ما تضيفه التلات كوبايات المية البردين. ممكن تضيفه لو حبيت تضيف سكر كمان. السكر يعني حسب الرغم. ممكن تضيفه كمان معالجتين كبار من السكر. تأكدنا ان كل المجادلة اللي احنا حطينها دابت. هنحط بقى دلوقتي آآ كمان كوبايتين ونص او بلتين ونص مية بردة. ليه حطيت اتنين ونص يعني حطيت التلاتة في الاول ساخنين. وكمان اتنين ونص. كده يبقى مجموع خمس بلات ونص. النص التاني بقى دي هو السكر مسلا والجيلاتين والجيلي. ده هيكمل له ست اطباق من الجيلي. لو حبيت تزاوده اكتر من كده طبعا بتضعفه السكر وبالضعفه الجيلاتين اللي انت بتضيفه. بس هو ست اطباق بيكون طعم حلو بيكون لونه كمان حلو. وبدل ما كنا هنعمل طبقين اتنين بس زي ما هو مكتوب على الابوة. لا هنعمل ست اطباق. وحيكون نفس اللون ونفس الطعم ونفس كل حاجة. ضيفنا معلاجة الجيلاتين بس بتجلينا الخليط. عشان خاطر لو ضيفنا آآ ست بلات مية. او خمس بلات مية زي ما ضيفت معاكم كده. حيكون خفيف طبعا الجيل اللي موجود في الجيلاتين اللي موجود في الجيلة مش حخليه القوام متمسك لكل الاطباق دي. فضفت معلاجة كمان جيلاتين تخليه لي بس القوام متمسك كده وحيل. هنغرفه باجة في الاطباق هو كده حرارته مش سخنة عشان خاطر ضيفنا المية البردة التانية. فحرارته باجة مزبوطة. يبقى ضيفنا تلات كبيات مية سخنة او تلات اطباق مية سخنة. عليهم معلاجة كبيرة جيلاتين. واربع معالج كبار سكر. دوب نعم كويس. ونزلنا عليهم بطباجين ونص من المية البردة. اصبح عندي اداني ستة اطباق. لان انقال ان لو حطينا كمان تلات اطباق الكمية هتعدي الست اطباق. وهيكون عادب معكم. فكده مزبوط. هنعمل باجة الباكة التانية اللي بان الناس طبعا ممكن تختاروا اه اي اطعم ممكن مش مش ممكن منجة ممكن بطيخ اي اطعم بتحبوه. انا بس كان فيه اه حاجة كده في الجيلاتين فشلتها. نفس برضو الخطوات ونفس المجادير. الكسات اللي هنغرب فيها هي دي اللي هنعير بها المية. تلات كبيات من الكسات ديت مية سخنة او تلات آآ كسات من دولة مية سخنة. معلاجة كبيرة جيلاتين. واربع معالج كبار من السكر. هندوب السكر والجيلاتين كويس. ممكن طبعا آآ هنتأكد برضو ان الجيلاتين داب والسكر داب في المية السخنة. وبعدين هنضيف عليهم اتنين كاس ونص من المية البردة. يعني اللي اللي هتغرفه فيه هو دي اللي هتعيره به المية البردة والمية السخنة. انتهاج لست ست كسات او ست اطباق على على علبة الدريم دي بتكون مزبوطة. اي نوع تاني آآ ممكن برضو تعملوه بنفس الخطوات وبنفس المجادير. هننزل بقى بعد ما تأكدنا ان السكر داب والجيلاتين داب هننزل بالجيل اللي معاني. وزي ما قلت لكم تختاروا اي نكهة بتحبوها. هندوب كل الجيلة وكل المجادير اللي احنا عطناها في المية السخنة قبل ما منضيف المية البردة. احنا بس ضايفين مية سخنة يعني عشان خاطر تكون تدوب لكل الجيلاتين والسكر بسهولة ما هتغلبنش يعني. هنضيف دلوقت بقى المية البردة هنضيف اتنين كاس ونص من اللي هنغرب فيه. لو انت هتغربه في اطباق هتعيره المية بالاطباق اللي انت هتغربه فيه. يعني الكاس اللي هو التالت من المية البردة ما تكونش مليان جوا. لدينا طبعا مجادير السكر ومجادير الجيلاتين ومجادير الجيلين كل ده بيفرج في المجادير فهيدينا ست اه اطباق او ست كاسات زي ما قلت لكم قبل كده. هنا في المرحلة دي برضو بتضوجهم وتشوفوا لو انتم عايزين سكر او السكر مزبوط معاكم بتكتفه بالسكر اللي احنا اضفناه. انا لجيت اللي انه طبعا الجيلاتين الجيلي بيكون فيه نسب السكر فبكون مسكر. بكون مسكر يعني فما بقعشت اضافات تانية. بقعشت غير اربع معالك بس. هنغرفه بقى في الكاسات بتاعتنا وممكن تضوء تحطوه في بولات زي اللي احنا حطونا فيها الاحمر. بس انا يعني ما اخترت ده هيكون شكله حلو. هنمسح طبعا الكاب مننا. شايفين المجادب طرعت مزبوطة بالزبط كده ست اضباج وست كاسات بالزبط وزي معاييرتي معاكم المية بالزبط. اه كده الجيل اداني كمية كبيرة اكتر من المكتوبة على العبوة. العبوة مكتوب فيها اتنين بس. سواء بلتين او اتنين كاس. فبيكون طعمه اه يعني مش عارفة نقول لكم ازاي. طعمه بيكون واضح بزيادة. الجيل الاحمر بالزات. والجيل الاناس طعمه بيكون آآ بزيادة كده. وفي ناس ما تحطش على سكر بطبع ما بنحبوهش بصراحة. محبه مخفف كده زي ما بنعمله كده على طول. بديني كمية كبيرة وبديني طعم حلو وقوام حلو. وكمان معلقة الجيلتين اللي احنا ضفناها. بتديني تماسك حلو كده. وبتكون آآ قوام مزبوط. هشوفوهو قدامكم دلوقت متماسك ازاي. انا سيبته حوالي خمس ساعات. ممكن تسيبوه ليلة كاملة. حسب يعني برودة التلاجة بتاعتكم. هيتماسك بسرعة معاكم ولا لا? شايفين القوام? ما بينزلش بسهولة وطعمه حلو وقوام مزبوط. اول طبعا ما بتضوفوا الماء الباردة بتلاجوه هذا معاكم. فبتدخلوه التلاجة على طول. مش محتاج ان هو يوجد على رخامة فترة يعني ولا حاجة. ممكن تعمله اكتر من نوع وممكن تعمله نوع واحد وممكن ان نكهة اللي انت بتحبوها. وضفت السكر اختياري. انا ضفت اربع معالج ولاجدت الطعم مزبوط. شايفين قوام الجلي? بتماسك ومزبوط. كمان انا بنحب نكهة الاناناس بتكون آآ طعمها مميز كده وبكون طعمها حلو. اي نكهة طبعا الجلي في الحر ده بيكون حلو. لما يبقى جوه حرر كده وتغضي لك واحد من ده يعني كفاية لوحده. عشان نحرر النار اللي احنا فيها دي. والاحمر كمان لونه حلو. لونه ما فتحش. لكن لو زودت اكتر من كده اطباج اكتر من كده لونه حيكون فتح معاكم وهيكون آآ باهت كده وطعمه مش حلو. لكن المجادير ده مزبوط. متماسك وطعمه حلو. هتمنى تجربوه. وتجولوا رقيكم في التعليجات لو عجبكم ولا لأ. بتنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ولايك للفيديو. واشتراك للقناة. وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم فيديوهات ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. شوفكم على خير. مع السلام.